المترجم للقناة 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 ترتاح وتتخمر وبتعطينا نتيجة يعني ناجحة ان شاء الله هاي شايفين كلهم بقطحهم بسم الله نفس الطريقة شايفين هلأ القطعة كلها سبتها ايات شايفين ريحتها انا هون وضغطها باليد يعني بعد ما قطعتها ريحتها كمان شو نص ساعة هاي شايفين ضغطها باليد شوي عساس انا بحاول اخليها نفس الحجم ونفس القطعة اهم شي الريح العجين يشي نص ساعة وبدي اقصها هيك بالنص باي قطعة صغيرة او باي قطعة النينة انتو بتقطعو هيك من النص يعني بدي اعمل انا نوعيا شي بدي اقطعو وشي بدي اخلي هيك يعني شي مفتوح من النص طبعا هاي الوصفة بدون قلي طريقتها كتير سهل وبسيطة يعني انا سميتها الدونات السينابون طريقتها كتير كتير سهلة بدون زيت بدون فرن يعني بيضة واحدة وقطعات كمية منيحة ازا بتحبوا انتو بتتحكموا بالعجينة بتخلوها اقطع اكتر من هيك يعني وهذا بيرجع لقيلكم بسم الله الرحمن الرحيم اي طبعا الاطعات انا ما بتخلص منها بخليها وبخبزها يعني بياكلوها الولاد الاطع الصغيرة بتنخبز مع الدونات بسم الله اي كمان نفس الاشي بقطعها يعني اقطعت كم نص هم هيك ونص هم بدون تقطيع امشي متقول متل ما قولت امشي الريح القطع بنتفخ عنا وبتعطينها شاشة بالطعم يعني بتكون زي القطن خفيفة هاي هلا بعد ما ريحتهم متل ما قولت انا احشي حوالي قلشي بنص ساعة بالريحهم بدي ادهن وشهم بالمي عساس بيكونوا عندي نعميل لانا بدي احطهم بالفرن ما بدي اقليهم بالزيت هاي الطريقة لازم الخطوة هاي لازم نمشي عليها ندهن الوش بالمي بتعطينا نعومة للحبات لانه بدي نحطهم متل ما قولت بالفرن بسم الله الرحمن الرحيم هاي شايفين حب حب بلفها بالمي بغطيها هاي بسم الله وبيدي احطهم بالفرن متل ما قولت هلا الريحهم اقل شين الساعة بعد ما نقطعهم بدي احطهم بالفرن على مية وسبعين درجة هاي شايفين حطيتهم بالزبط اخدوا معي لانهم مرتاحين ومخمرين اقلش اتنعشر دقيقة شايفين خفاف متل القطن هاي شبت عنده هون مربة فراولة اي نوع مربة موجود بتحطوا عندي السرنجة هاي انا نضيفة طبعا السرنجة غصيت تمتبعها وبدي يعني احشي الحبات اللي عندي اي مربة مربة تفاح اي نوع موجود بالبيت بتحطوا او شوكولاتة او نوتلا اي شي طبعا انتو هاي شايفين هاي السرنجة بحط من الجوانب المربة بسم الله الرحمن الرحيم او الشوكولات الشي الموجود بالبيت شايفين بسم الله اي كلهم باحشيهم بهيك الطريقة بالسرنجة اللي عندي بسم الله الرحمن الرحيم اي شايفين يعني هاي وصفتها كتير سهل وبسيطة بدون فرن ومميزة جدا وطعمها كتير مميز اي نفس الشي بحط بالسرنجة يعني اسهل ما تحطوا من الكيس الحلواني طبعا والسرنجة متحكم فيها بتفوت كلها جوة الاطعة اللي عنها بسم الله اي كليات هون اي شايفين شاكل هون مميز جدا عنده هون الخطوة اخر شي خطوة جبت عندي من الحليب المكثف المحلة معلقة كبيرة وحطت معها حوالي معلقة صغيرة من المي وحركتهم وبدي ادهن الوش عندي هون شايفين بتعطيني لمعة وبتعطيني طعم مميز ولزيز هاي الوصفة كمان كتير كتير سهلة ومتل ما قلت بدون فرن بدون زيت هاي دهنت الوش كله للحبات بتعطيني متل السوس الابيض على الوش يعني حلو ومميز بسم الله الرحمن الرحيم الحبات كلها بدهن هون شايفين كيف بتعطيني اللمعة وبتعطيني اللون يعني ما بنعملها الصوس الجاهز يعني الحليب المحلة ان شاء الله بكون موجود متوفر وبدهنو الحبيبات فيه هاي بعد ما بدهن هون كل اياتهم وتأكد كلهم اندهنو عندي هون بدي اجيب كمان من السكر الحبيبات العادي وبده حط معلقة مع معلقتين منو ومن القرفة حوالي نص معلقة صغيرة شايفين كيف اللون هون ولا معلقتوني اياها هاي متل ما قلت هاي معلقتين كبار من السكر العادي الحبيبات ومن القرفة حوالي ربع معلقة انتو بتتحكموا بالطعم اللي بتقياه برجع بغلف الحبيبات شايفين بتعطيني اللون متل اللي ازاز ولمعة مميزة بدهن الحبات شانيك انا سميتهم دونات السينابون هاي بدون زيت بدون قلي هاي بسم الله الرحمن الرحيم شايفين كيف شاكلهم رائع ومميز هاي بغلف كل حب برجع بغلفها بالسكر والارف اللي عنا حتى بيرجع لقلكم بس هاي الطريقة بتمنع انكم نجربوها يعني مميزة طريقتها شايفين هاي شاكلهم النهائي شايفين كيف خفاف وطرايا كتير مثل القطن ونعمين بالشكل وبالطعم وبتمنى انها تعجبكن وما تنسونا ازا عجبكن الفيديو من اللايك من الشير وبنلاقيكنوا في الفيديو تاني وبأمان الله شكرا